السلام عليكم أصدقائي أهلا وسهلا بكم إذا كنت مهتم بالفيلم ميكينج والتصوير بصورة عامة فراح تشوف نفسك نقطة من النقاط بالمستقبل راح تتعامل ويا الفيديوهات الأجانب سواء كانوا باللغة الإنجليزية تكلمون أو غير اللغة وراح تكون الأقل الوحيد أمامك هو اللغة إذا كانت إنجليزيتك قوية فراح تتعامل ويا الفيديوهات وتستفادوا هوايا أما إذا لا ما عندك إنجليزية قوية فراح تلاقي صعوبة وربما تقيس من هذا الموضوع فاليوم موضوعنا عن هذا الشي وراح تحطيك بعض الكلمات اللي راح تفيدك في حال أنه أنت حاب أنه تتعلم من الأجانب ومن فيديوهات الأجانب تابعوا إلى الفيديو راح تحطيك سبع مصطلحات باللغة الإنجليزية تفيدك هوايا بعملية البحث باللغة الإنجليزية طبعا صناع المحتوى العرب نرفع لهم القباع احتراما إلهم للمعلومات اللي قدموا لنا ياها باللغة العربية أكيد ما راح يكون كل العلم راح يكون عندك باللغة العربية فإذا حاب نتوسع معلوماتك وبتوصل إلى أفاق أبعد فراح تتعامل ويا الأجانب وفيديوهات الأجانب اللي خصوصا أنا أتكلم على اللغة الإنجليزية المصطلحات اللي راح أقدم لك يا أخوية راح تستفاد من الأدع سواء بالإنجليزية بالفيديوهات أو حتى كإلك تفيدك أنت وتقوي بها إنجليزيتك بعضا دنيا مصطلحات راح تسمعهم وين راح تسمعهم بالفيديوهات مالهم هؤلاء الأجانب فراح تعرف شون مناته وبعضا لا وين تفيدك بالبحث من تبحث عن أشياء باللغة الإنجليزية فراح تفيدك فخلونا نبدأ بأول مصطلح واللي هو Tutorials شون مناته يا أخواني Tutorials اللي هي الشروحات يعني شايف مثلا شرح عن كيفية التسجيل في الفيسبوك شايف فكرة هي تي فأنت تكتب Tutorials about signing up in Facebook نفس الفكرة فTutorials هي شروحات وإذا أي شيء أنت حابن وتتعلم عليه سواء مثلا لنفرض Adobe Premiere فمن تبحث عنه تكتب Tutorials about Adobe Premiere فراح تطلع لك شروحات عن Adobe Premiere حسنا بنت شون تريد بعد تصنفه يعني مثلا تقول أنا أريد مثلا تتعلم عن التعديل اللوني فتكتب Adobe Premiere Pro Tutorials about color grading مثال فهاي أول كلمة كانت أو أول مصطلح واللي هو Tutorials وهذه تسمعها وهو موجودة في حياتنا اليومية نسمعها ونقراها فتفيدك حلو هاي هاي أول مصطلح بالنسبة للمصطلح الثاني لنرفض أنت تطبت على Tutorials معين أوكي ويشرح لك الأجنبي بدي يشرح لك عن الموضوع المعين فراح تشوفه يقول لك Hopefully I make sense يعني شنو يعني ممر دا يشرح لك عن فتشي يعني بيلوفه فيقول لك يعني انت افتهمتني أأمل انه أنا دا أسوي لك دا أفهمك أأمل انه دا أصل اللي اي دا وصل إليك الفكرة اللي أنا دا أصل لك إياها فشيقول لك يقول لك Hopefully I make sense Make sense هي كلمتين لكن معناتها هو معنى واحد اللي هو هل دا اوصل لك الفكرة مالتي فاهم علي هالا معناته فهذا كان المصطلح الثاني ويانا اللي هو Make sense بالنسبة للمصطلح الثالث فانت طاب على التوتوريال دا يعلم لك فهنا قل لك Exaggerate Exaggerate شنو معناتها شنو أول مرة يسمع لك الكلمة مثلا بالألوان فالتأثير معين أفكت معين على الألوان فيقول لك Exaggerate بهذا الأفكت Exaggerate شنو معناته يا أخي Exaggerate معناته المبالغة المبالغة بإيش بأفكت معين انت تطبق أفكت وهاي فيقول لك Exaggerate ف Exaggerate معناته مبالغة المبالغة بشيء معين سواء كان بالأفكتات أو بأي شيء يعني أنا سأتكلم عن الألوان وذني السؤال لأنه ذني أكثر شيء أنا أبحث عنهن أنت يجوز عندك بالجانب عندك غير أشياء غير يعني تجاهات أنا عندي فأنا أضرب لك الأمثلة موالتي أضرب لك ياهني على هذه الأشياء اللي أنا ملموسة اللي أنا أشوفها المصلح الرابع يا أخواني هو Obvious و Obvious معناته بكل صراحة و بكل صدق و بكل أمانة فمن دي يتكلم وياك قللك Obvious يعني بكل صدق لا تكلم وياك المصلح الخامس اللي حقدم لكها هو Specification أو الإختصارة Space هذا المصلح شنو ما معناته فلنفرض أنه نزل تيفون جديد وحاوب أنه تشوف مواصفاته فأنتا ما ستكتب باليوتيوب بالعربي ستكتب مواصفات النوت 20 فلنفرض النوت 20 ستكتب مواصفات النوت 20 بلأ جانب ماذا تكتب؟ من أن تدور على فيديو مواصفات بس باللغة الأجنبية ستكتب Specification Note 20 Ultra Specification أو مثلاً عن كاميرا معين تكتب Specification فلنفرض أن يتكلم لك عن المواصفات ومن هذا الشيء المعين الذي كتبته والمصلح السادسي يا أخواني هو Unfortunately واللي هو معناته لسوء لحظ أو مع كل الأسف يعني إن كان شيء معين ما حصل على مثل ما نريده فنقول Unfortunately يعني مع الأسف المصلح السابع اللي راح يذكر يا أخواني متأكد أنه اللي تابعوا المسلسلات راح يعرفوه ولو جزء من عندهم اللي هو Episode Episode ما معناته يا أخوان؟ معناته حلقة فمثلاً المسلسلات تصبح بحلقات Episode 1 Episode 2 هكذا وحتى مثلاً مثلاً أنا ما نقول لك الحلقة الجاية شو انتظرنا بالحلقة الجاية بالحلقة الجاية بحلقة الجاية ستصلكم كذا يعني باليوتيوب فهماتي أنا أقول لكم The upcoming episode أو The next episode فهذا مصلح السابع راح أطيكم مصطلح عضافي فوق ذني السبعة و نسميه Bounce Thumb اللي هو أكل آتي شايفين إحنا العربي ما نقول؟ نقول أطينا نلاك أو نلاك مصح؟ لكن باقي الأمر الأجانب شي يقولون يقولون إذا عجبك الفيديو أطينا Thumbs Up أو إذا ما عجبك أطينا Thumbs Down شو نوع معناته Thumbs Up و Thumbs Down Thumbs هو أصبع الأبهام أصبع الأبهام أصبع اليد الكبير هذا يسمون Thumb Thumbs Up يعني أصبع الأبهام لفوق فالفوق لي شون معناته معناته فهم علي شون Thumbs Up يعني أبهام لي فوق يعني معناته معناته و Thumbs Down هو الأبهام لي جوا في الدسلايك أصدقاء أصدقاء إذا حبيتك أصدقاء هذا الفيديو تستفاد من عنده وأنا أتونس أن أفيدك لكم إذا أعجبكم خلونا Thumbs Up كبولي بالتعليقات هل نستمر بهاية سلسلة لأن أنا ناوي أن أسوي هذا الفيديو مثل هذا الفيديو سلسلة سوية للمستقبل لكن أسمع أراكم وأشوفوا تشير قنون بالفيديو أشوفكم في فيديوهات أخرى Peace out موسيقى موسيقى موسيقى